هكذا تسوق مليشيات الحوثي الأطفال والشباب من أبناء القبائل إلى محارق الموت لإشباع نهمها وغرورها ليس في سبيل الوطن كما تزعم وتروج في وسائل إعلامها بل في سبيل سيدها الذي يغرر عليهم بخطاباته من الكهفية لخوض البحر المتلاطمي بأمواج الموت المجانية وسائل إعلام الحوثي ظهرت خلال الأسبوع الماضي تشيع 149 من عناصرها بينهم قيادات وأطفال ومهمشون لقوم سرع في جبهة مختلفة ووفقا لفرق الرصد فإن على رأس القتلى 39 قياديا من ضمنهم خمسة برتبة عقيد ومثلهم ملازم أول وأربع يحملون رتبة مقدم واثنان برتبة رائد فيما ارتفع عدد القتلى من الأطفال 38 ممن تتروح عمارهم بين 14 إلى 17 سنة بينهم أحد المهمشين ممن أسمهم زعيم المليشيات أحفاد بلالة واحتفظت محافظة صنعاء أو ما يسمى بقبائل طوق العاصمة بصدارة في عدد الهاركين بتسعة وعيشين قتيلا وعيشين آخرين من محافظة صعدة ما يكشف حالة الاستنزاف التي تعانيها في الأونة الأخيرة وبقيت أمانة العاصمة التي ترجع صهولة نسبة كبيرة من سكانها إلى قبائل طوق من روافد المليشيات بالمقاتلين مسجلة 13 قتيلا بينما تلجعت محافظة دمار وحج وعمران في عدد القتلى المعلن عنهم بواقع 87 إلى 9 مقاتلين وفي المقابل ارتفع عدد القتلى بشكل كبير من محافظة الحديدة الساحلية ب15 قتيلا وتعز بثمانية قتلى ولأول مرة منذ أشهر سجل قتيل حوثي ينتمي لمحافظة الضالع فرق الرصد كادت أن الاحصائيات تقتصر على الحالات المعلنة في وسائل الأعلام الجماهيرية الحوثية في حين أن عدد القتلى غير معلن عنهم أكثر بكثير في طاحونة تدور حاها على أسادهم وإزهاق أرواح في حرب عبثية مفتوحة لا ناقة لهم فيها ولا جمل سينار الموت الحوثي يبدأ باستقطاب أولئك الأطفال والشباب لما تسمي بالدورات الثقافية لغسل أدمغة بأفكارها الضالة وشحن بالكراهية والحقد على أبناء جلدتهم من اليمنين لقتالهم والسباحة دمائهم فما أن يصبحوا جاهزون تأخذهم في دورات قتالية على الأسلحات من أسبوعين إلى أسبوعين ثم تقذفوا بهم إلى الجبهات لقتال في صفوفها ليلقوا مصارعهم لتعيدهم على شكل صور مرسومة عليها شعاراتها الطائفية وأشلاء وجثث متفحمة داخل توابيت بعد أن كانت عدت لهم روضات المقابر التي تقص أشرطة بين الحين والآخر كمشاريع للموت بدلا من مشاريع الحياة المتمثلة بروضات العلم والنور في المدارس والمعاهد الفنية والمهنية والجامعات الأكاديمية وفي الوقت الذي ترسل ميليشيات أبناء القبائل للقتال من أجلها وتستقبل في روضات مقابرها تتجي قيادة لم تلك القصور والفلل والعمارات والعقالة التي تنهبها أو تشتريها بأموال الشعب وأدخلت ميليشيات الحوثي ديمن في أتون حرب عبثية مفتوحة منذ أكثر من خمس سنوات في محاولة لفرض نفسها وصية على الشعب اليمنية وحكمه بقوة الحديد والنار وفرض أفكارها المنبوذة عليه تنفيذا لأجندات ملالي إيران التوسعية في اليمن والمنطقة بأكملها ترجمة نانسي قنقر